السلام عليكم. النهاردة هنتكلم في موضوع من موضوع البيم اللي هو دور اصحاب المصلحة في انتشار البيم الكلي او الماكرو بيم. نحن عايزين نبدا نقيس تأثير اصحاب المصلحة. ايه اصحاب المصلحة? الناس اللي بيقصروا او بيتقصروا بالبيم. فبنبدأ نقسمهم. احنا عندنا اصلا فيه تأثيرات جاهزة للحقول او المجالات. قلنا احنا عندنا فيه مجال البوليسي او السياسات. وفيه مجال العمليات. وفيه مجال التكنولوجي اللي هو التكنية. فحنا هنبدأ نقسمهم بنفس التقسيمة دي وهنمشي على نفس التقسيمة دي. المجال التكنولوجيا احنا منتكلم على كل اللاعبين المشاركين في تطوير وصيانة السوفتوير والبرمجيات الاجهزة انظمة شبكات. يعني ده جزء التكنولوجي. زي مثلا برمجيات زي اركيات زي الريفت زي نفس ووركس. وهكذا. المجال البروسيسيز ده كل اللاعبين المشاركين في شراء وتصميم وبناء وتصنيع وتشغيل وادارة وصيانة المرافق. اللي هي لشركات الاستشارية او شركات المؤولات. ده ده مجال. في مجال السياسة. الجميع اللاعبين مشاركين في توجيه الممارسين تقديم البرتوكولات. الناس اللي هم بيحطوا الكودس. ووضع الاوتر التنظيمية لتنظيم العلاقة مع صحابة المصلحة. طيب. نجي نقول مثلا ان اهم اللاعبين في البوليسي. اول حاجة صناعة وصياسات. السلطات اللي ليها قدرة او ليها اه معنية بتفويد وتنظيم وتسهيل تبني انظمة التعمليات مبتكرة عبر الصناعة او في سوق كله. على سبيل المثال في فريق في بريطانيا كمسؤول عن الموضوع دوت. وفي سنة فورة برضو في البي سي اي مسؤول برضو عن تطوير البيم. وليه السلطات وصلاحيات ممكن يفرض البيم او يدي امتيازات للي هتبنى البيم. اه تاني حاجة عندنا المؤسسات التعليمية. اللي هي الجامعات اللي بتطور وبتقدم برامج تعليمية ومواد تعليمية. زي جامعة نيو كاسل في استراليا. ندخل بقى على البروثيس العمليات. هنلاقي عندنا في منظمات البناء. اللي هي الشركات الكبيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة اللي بتشارك في نشر انظمة التعمليات المتقرة للصالح التجاري. يعني فيه شركات بتبقى المهتمية بالموضوع. فيه الممارسين الفرديون فيه اشخاص ممكن يكون منهم طلاب ومتدربين بيشاركوا في تطبيق الانظمة والعملات المنتقرة. زي احنا كده بنبدأ كاشخاص نبدأ نعمل الموضوع دوت. في مجالة التكنولوجيا بقى هنلاقي عندنا مطورة التكنولوجيا الناس اللي هي بتعمل صفتوير جديد زي شركة اوتو ديسك زي شركة لسيا زي فيه شركات بتبدأ تعمل حلول برمجيات واجهزة وفيه مقدمة مقدمة لخدمات التكنولوجيا الشركات التجارية اللي بتسد فجوة الخدمة وبيبيع التكنولوجيا بتخوضها زوادية التكنولوجيا وتبيعها لمستخدم النائي. تمام? بعد كده في عندنا رقم سبعة. ده ده حاجة مشتركة بين البوليسي والبروثيسز. اللي هي الجامعات الصناعية. الجامعيات بتمثل مصالح اعضاء الملظمة. وبتهتم بموضوع انها تحط القواعد. فهي حاجة مشتركة بين الناس اللي شغالها فعلا بديها عشان تعمل مخططات لمباني. البروثيسز ده الناس اللي هي الاستشارين والمقاولين اللي بيعملوا لنا او احنا بنعمل احنا نشغالين في المجال ده هوا. بنقدم اللي هو. ففيه منظمات بتهتم بتبقى جزء من البروثيسز. في نفس الوقت بتبقى اهتم بينها تحط السياسات. زي مثلا المعهد الاسترالي للمهانسين المعمريين. نقابات. في عند رقم تمانية ده حاجة مشتركة بين البروثيسز والتكنولوجي. دي اللي هي مجتمعات الممارسة. المجتمعات غير رسمية للناس الافراد اللي مهتمين بالبرمجيات. تمام? زي مثلا بيم ارابيا باعتبر مجتمع ممارس. بنبدأ نقعد مع بعض ونبدأ نناقش اي حاجة بتحصل جديدة. مؤيد التكنولوجيا. دي مشتركة بين التكنولوجيا والبوليسي. التجامعات الرسمية من الافراد والمنظمات اللي بتركز على التطوير وتعزيز المعيير وسيسات المرتكزة على التكنولوجيا. زي مثلا بلدنج سمارت او اس اس. التسعة دول بيتعاونوا مع بعض في تطبيق البيم. فهمكن يكون في واحنا من الاست نلاقي في دولة من الدول واحدة فيهم قليلة واحدة فيهم كبيرة واحدة فيهم فيها مشكلة. فنبدأ نشوف ايه? نبدأ نقيم من خلال الحاجات ديت. ونبدأ نقارم بين دولة ودولة. ممكن ناخد مثلا مقارنة انشئة انتشار البيم من المجموع من اللاعبين مع مجموع اخرى في نفس السوق. فنقدر نجاب على اسئلة زي اي مجموعة من اللاعبين لعبت دور انكهادية في نشر البيم في البلد الف. موسيطة التعليم ولا جماعات صناعية. وممكن نقارن انشئة نشر البيم من النوعين او اكثر من اللاعبين ضمن مجموعة اللاعبين نفسها. كيف يختلف الدور اللي بيقوم به اصحاب الاسئول في نشر البيم عن الدور اللي يكون به كبار المقاولين. او ممكن نقارن انشئة نشر البيم اللاعبين من نفس النوع عبر الاسفاق المختلفة. يعني على سبيل المثال الدور اللي بيقوم به كبار المقاولين في نشر البيم في البلد الف. هل هو نفس الدور اللي بيقوم به كبار المقاولين في البلد ب? ده ده من ضمن الحاجات اللي احنا بنهتمم بان احنا نقسها. بحيث ان احنا نعرف الدولة معمولة ازاي عممكن نقول مثلا دولة زي قطر اني واحدة نمسك واحدة واحدة من الحياة اللي حكومت تسع نوعات دول هندلو ايه ولا بي ولا سي هل هو الرجل ده قايم بدور كويس ولا في مشكلة ولا مش موجود اصلا وبالبلد بي نبدأ نقارن مثلا بين قطر ومصر او قطر والامارات او قطر وكويت نقدر نقارن بين الدول ونبدأ نشوف دور كل واحدة من دول هل هو في عجزي ولا هو قام بالدور بتاعه هل هو دور قائد بيساعد على بدء التطوير والمحافظة عن نشر الفكر ولا دور داعم ولا هو دور مشارك ولا ملوش دور اصلا دور ارضي والسلام عليكم